ونبدأ أخبارنا الرياضية مع الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر واللي بيدرس انطلاق المعسكر اللي جاي يوم 28 مايو الجاري يعني قبل 6 أيام من انطلاق الأجندة الدولية رسميا وده علشان إعداد المنتخب والاستعداد لمباراة بوركين عفاس وغينيا بيساو الحاسمتين في الجولة الثالثة والربعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك وفريق الزمالك حقق الفوز على فريق البنك الأهلي من نتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد القاهرة في ختام الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز بيحتل فريق الزمالك المركز الثاني عشر في جدول الدوري برصيد 24 نقطة والبنك الأهلي في المركز الخمستاشر في جدول الدوري برصيد 18 نقطة موضرن فيوتشر اتعادل سلبيا مع فريق طلاقع الجيش في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بيحتل فريق موضرن فيوتشر المركز التاسع بجدول ترتيب البطولة برصيد 26 نقطة وبيحتل إطلاق على المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة وفي الفود انتوج بجائزة أفضل لعب في منشستر سيتي الإنجليزي خلال شهر إبريل اللي فات وده بعد المستويات المتميزة اللي قدمها مع سيتي خلال مباراة الفريق في مختلف المسابقات كمان النجم المصري محمد صلاح تصدر إعلان فريقه ليبرفول الإنجليزي عن القميص الجديد اللي هيخوض بيه الفريق منافسات الموسم اللي جاي عشرين خمسة وعشرين وظهر صلاح في البوسترات الدعائية لتيشرت الفريق منفرداً مع زملائه في الإعلان الجماعي ترجمة نانسي قنقر